انت مسلم حس انه الدنيا بتردت تتحكله وانه حلمه هيتحقق في الغنة من اول بقى ما ابتديت بقى ان انا ابتدأ اغني تترات المسلسلات اغني افلام ابتديت اخش في اعمال مهمة اللي عملت مسلسلات عم حمد رمضان كنت انه غني تتر موسى ده كان اول تتريليك اه ده كان اول بداية ليا من ساعتها وانا بقى كنت متفاجئ جدا ان انا ان شاء الله بقى يعني خلاص مين رشحك لموسى رشحني كانت انسان صديقي اسمه مصطفى شكري ملحن هو اللي رشحني للدور ده الصراحة وغنيتها كان عاجبت محمد رمضان مخرج وعاجبت ناس كتير قوي تغني كمان في المسلسل للنجمة محمد رمضان مسلسلاته بتكسر الدنيا والناس بتتعلق بيها بشكل كبير دي فرصة للنجاح عظيمة فاهم طبعا كان فرحان جدا هو نسان محترم متقبل وكانت انا اصلا بغنيها بشكل صعيدي قوي عشان هو كان مسلسل صعيدي فهي عجبته قوي من ساعيتها بقى انت من سهاج ها اه انا من سهاج انت تحت وحسيت بقى ان انت استدعيت كل كل يعني اللحجة الصعيدي اللي عندك كل الحاجات دي بقى حطيتها بقى في اللونية دي اه بعد كده بقى بعدها خدني حمد هلال في المداح برضو شاركت معه بربعيات فيه اه نجحت والحمد لله فعشان كده من ساعيتها وانا بقى مهتمة بالمجال ده وبتديت ان انا يعني لو كنت بعمل حاجات مثلا فيها حاجة متعجبش حد قوي ببتدي عدل كل ده اه اخد بالي وعدل كل ده في ناس انت اخدش بالها على فكرة مسئولية يعني اه طبعا مسئولية ولو مش مسئولية يعني انا في الاول لو بجرب وهشوف انه هنجح ولا لأ ما بقاش مركز اول لكن لو بقيت نفسي ما شاء الله ربنا كرمني طبعا 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 ازا ما بعارف انا بخط اغنية ايه في يعني فيه اثر بتسمعنا فيه ام فيه اخت فيه حاجات كتير ايه بتسمعنا فلما بتسمع حاجة زي كده لازم نخلي بالنا من كلمة بنقولها عشان دي اكيد طبعا بتبقى حاجات محرجة جدا فانا انا انا شخصيا انا بتحرج من ده انا بخلي بالي من كل حاجة الحمد لله فهو من دلوقتي كده من ساعة ما عملت بقى كركوبة ولفنة الدنيا واغني قبلها حتى لما عملت اغنية جوبكرة اغنية دي توعية ام فيه ناس خدتها اه فيه ناس خدتها بشكل غلط بس انا والله كنت عملت اوعية انا مش قصدي ان انا اعملها ان انا بساعد في البتاع انا حتى في نص الاغنية بقول انا اللي باهد في الصحة وبدمرك مليون مرة فمن اول هنا انا ابتدت ان انا ابدأ قدم تصريح ابدأ اعمل حاجة حتى لو اتاخد غلط كان فيه موقف مع النقابة وكان فيه جدل اه بس ما كانش بسابة النقابة بسبب حاجات تانية بس كان كان الاغنية دي قدتني شاف حاجة تلك اكت فيه ناس كلمت فهمت ان الموضوع غلط وفيه ناس وقفت جنبي يعني فيه ناس طلعت في التلفزيون قالت اللغنية دي بقدمها شاب كويس وشكروا فيه فالحمدلله ان انا كنت برضو مرضي من ناحيتين بس انا بحاول على الدمدر ابي الناس اعرفوا من اللغنية دي توعية مش مش للإدمان خالص لان انا عمري ما هدور حد انا اصلا بشابت سجارة انا ما بقولهش سجارة ولا لاف اي حاجة فعشان كده انا كان نفسي بس ان انا اساعد الشاب اللي دايما يعني بيبقى يدخل في السكة دي والفن اللغة قريبة للناس بتوصل لأطفال طبعا اذا كان تمثيل اذا كان هنا فكل واحد بيقدم رسالته من الوظيفة اللي هو بيقدم